موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الأسبوع الماضي أعلن البنك الدولي أعلن أنه قدم مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار لدعم التعليم في العراق سيقدم مشروع جديد لدعم التعليم في العراق بقيمة 10 ملايين دولار طبعا البنك الدولي لمن لا يعرف هناك مؤسستين دولية كبيرة جدا جدا هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المؤسستين تأسست هالمؤسستين تأسستها عام 1944 ومقرها في أمريكا وفي واشنطن تهديدة طبعا هي تابعة اسميا وضع يعني كم خط مئة خط ألف خطت كلمة اسميا عبارة اسميا تابعة اسميا للممتحدة لكن فعليا هي تابعة للولايات المتحدة والدولة الغربية هي تنفذ سياسات غربية وأمريكية مجلس إدارتها عموما مجالس إدارتها ومن يقود هذه المؤسستين هي أمريكا والدولة الغربية في الحقيقة وهي نعم هي بالإطار العام هي مؤسسات اقتصادية وتعمل بالحسابة لكن هي في تنفيذ واجباتها في تصريفاتها في توجهاتها في أهدافها كلها سياسية ويأغلاص سياسية وياما هذا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أسقطت الدول وأسقطت حكومات وكانت أداة دولية للضغط على حكومات كثيرة جدا جدا استخدمت في قروض وفي قضايا كثيرة وكثير من المشاريع سحب يد البنك الدولي سحب التمويل لتأثيرات السياسة عليه أذكرت في زمن حكم الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك طلب من مصر لتمويل السد العالي لأخذ قرض لتمويل السد العالي بناء السد العالي وكانوا موافقين لكن سحبوا بعدين الموافقة وما قبل أغراض سياسية كانت أمريكا وراء الضغوط معينة لسحب الموافقة وما أعطوا قرض ومضت القضية بغير اتجاه هذه واحد من الأشياء عموما مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثل ما قلنا مؤسسات اقتصادية لكن بإطارها العامسية الاقتصادية لكن بإطارها الخاص وبإطار التصريفات عملها توجهها السياسية مجموعة البنك الدولي تعمل مع البلدان مثل ما تقول في ملخص عملها وفي أهدافها تقول أن نعمل مع البلدان النامية على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ونمول ونقدم المشورة والقروض بشأن السياسات ونقدم المساعدات الفنية للحكومات هذا البنك الدولي صندوق النقد الدولي يقول نعمل على تحقيق استقرار النظام النقد الدولي ورصد حركة العملات في العالم ونقدم قروضا للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات هكذا يقولون طبعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مثل ما أعلن في نهاية عام 2021 سنة الماضية في شهر 12 أعلن المستشار الاقتصادي رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي قال أنه نحن البنك الدولي وصندوق الدولي طلبان العراق لدينا ديون هذه المؤسستين تبلغ خمسة إلى ستة مليار دولار طبعا هذا كلام غير دقيق لأنه أنت مستشار الاقتصادي يجب أن تتكلم بالدقة وتعرف الأرقام بالدقة يعني المليار مو مرقم هي من تتحدث عن مليار من خمسة إلى ستة مليار المبلغ ربما أكبر بكثير حقيقة هذا في عام 2021 وبالتالي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا تعطي القروض لسوادي العيون تعطيها ومعها شروط معينة شروط واجبة التنفيذ والذي لم تنفذ فهناك عقوبات كبيرة والدول تقوم بها والدول التي تشكل مجلس إدارته لدعم هذه المؤسسات الاقتصادية هي من تتولى يعني تنفيذ سياسات عقوبات على الدول التي لا تنفذ هذه الشروط عموما أي مؤسسة مرة أخرى أي مؤسسة أي دكان صغير أي شخص أي مؤسسة مالية أي بلغ صغير في أي مكان في الدنيا عندما تريد منك قرضا يقول لك يجب أن تقدم أسباب هذا القرض لماذا تريد هذا القرض هذا واقع الحال والكل يعرف هذا الموضوع تقول الآن يريد قرض لغرض بناء بيت وين هذا البيت كم مساعدة كم طابق كم غرفة هكذا ويطلق القرض على أساسه إذا وافقه أو رفضه فبالتالي البنك أو الدكان أو الشخص أو المؤسسة أو البنك الصغير أو البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي يجب أن يعرف مشروعه أو القرض ما له وين رايح ولماذا فعندما يقول للبنك الدولي مشروع جديد لقيمة عشرة عشرة ملايين دولار لدعم التعليم في العراق فهو يجب أن يعرف وين راح هذه الفلوس ولماذا يدعم التعليم في العراق لأن هذا قد يبرر المجلس إدارته للناس الذين يعملون معه لمؤسسته لماذا أعطى هذا القرض لماذا أعطى هذه المساعدة لماذا قدم هذا المشروع فبالتالي هو درس موضوع التعليم في العراق وتوصل إلى نتيجة لكن هذه النتيجة لم ترضي من يحكمون العراق العام مع الأسف الشديد يظهر وزير وزير التربية الحالي ويتحدث بلغة غير مقبولة أنت وزير لا يمكن أن تتحدث به يقول أنه صندوق البنك الدولي هو مؤسسة حسابية ومؤسسة اقتصادية ليس له علاقة أن يتحدث بالتعليم كيف لا يتحدث بالتعليم هو أعطاك القرض لماذا أعطاك إياه يعني تخليه بجيبك لهو أعطاك إياه للتعليم لدعم التعليم إذن هو يعرف لماذا أعطاك القرض وهو يجب أن يسوغ لماذا أعطاك هذا التعليم لماذا يعني لماذا هو شاهد في التعليم قضايا معينة يجب أن ندعمها بالأموال لكي تنهضوا بها لكي يساهم بها أنتوا تحتاجون هذه الأموال لدعم هذه الفقرة في التعليم فمن حقا يتحدث فكلام الوزير وكلام أي مسؤول آخر تحدثوا الكثيرين من يقولون أنهم تربوين يعني تبعا للوزير هم بهذا الموضوع هو كلام خطأ معيب لا يجب أن يكون البنك ليس مؤسسة نعم معنية بالتربية والتعليم لا لكنها قدمت قرض للتعليم فيجب أن تتحدث عن هذا الموضوع عن هذا المشروع لماذا قدمت هذا القرض من قلال التصريفات والحديث عن هذا درست موضوع التعليم وقالت أن تسعين بالمئة من طلال هي وجدت بعد دراستها لذلك قدمت هذا المشروع اللي بعشرة ملايين دولار قالت أن تسعين بالمئة من طلاب العراق يعجزون عن فهم ما يدرسونه وهذا واقع حال الكلام من عام 2003 لحد الآن في العراق في كل وسائل التربية في كل في كل قطاع التربية في كل قطاع الأسري في كل مجتمع يتحدثون عن مناهج لا ينكون قبولها مناهج سيئة مناهج لا تطور العقل لا تحفز لا غير مجدية هذا واقع الحال أنتم تتحدثون بهذا وتحدث حتى الوزير طيب لماذا ترفضوها لهم؟ ويقول بدراست البنك الدولي يقول أكثر من 41 مئة من طلاب الصف الثالثي الابتدائي يعني قدموا لهم معادلة بسيطة أو مسألة بسيطة في الطرح بسيطة جدا جدا لم يستطيعوا حلها إذن هناك مشكلة مشكلة كبيرة في في الاستيعاب في أساس التعليم بالمهارات الأساسية هم يريدون أن أرفع المهارات الأساسية لذلك قدموا هذا القرض نحن معنيين بتقديم هذا القرض لأنه أكو هذه المشكلة أكو مشكلة معينة واحد اثنين ثلاثة هذا اللي قال البنك الدولي بغض النظر على رأينا بالبنك الدولي وسياسات التوجه بس هذا الواقع العالي فالبنك الدولي يصلنا في رأس المال البشري في العراق بأنه من أضعف رؤوس الأموال في الشرق الأوسط رشامال أفريقيا قال أنه يعني رأس المال البشري في العراق يمثل 15% فقط من إجمال الثروة في العراق وهذا رقم متدني جدا جدا البلدان 90% 95% وربما يتحدثون بعض البلدان تتحدث 100% رأس المال البشري هو 100% هو ثروتي لأنه هو الإنسان أنت تستثمر في الإنسان والإنسان هو من يعطيك كل الثروات هو من يعطيك بالتقدم بالصناعة بالزراعة بالتقدم بالحضارة كل شيء هو الإنسان الأساس لذلك الاستثمار بالإنسان هو الاستثمار الحقيقي في العراق أدنى المعدلات مثل ما قاله البنك الدولي لذلك قدمه وتحدث البنك الدولي وتحدث عن تراجع نواتج التعليم في العراق وضعفها الملموس جدا وهذا التعليم عاجز عن تقديم المهارات الأساسية للطلاب والتي تتشكل أساس التعليم هذا واقع الحال في العراق إذن لماذا نزعل فبالتالي هذا الذي قاله البنك الدولي عن قرض اللي قدمه بقيمة عشر ملايين دولار ربما يعني وقت هذه الحلقة لا يعني لا استوعب كل الكلام عن هذا الموضوع سنكمل حديث عن هذا الموضوع في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والله السلام عليكم اشتركوا في القناة